تخل النظام الطبي في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة في أزمة أحد في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية ولم يتبقى سوى مستشفى واحد يكافح من أجل العمل وسط نقص في الإمدادات الطبية وأدى القصف الإسرائيلي على رفح إلى إغلاق مستشفى أبو يوسف النجار وهو أحد المستشفيين الرئيسيين في المدينة يصبح مستشفى الكويت حاليا المؤسسة الطبية الوحيدة في المدينة التي تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع التضفق الهائل للإصابات إثر الهجمات على رفح وأشار مدير المستشفى سهيب الهمس إلى أن احتياطية الوقود بالمستشفى لا يكفي لتشغيله إلا لمدة ثلاثة أيام كحد أقصى مرجحا أن يصاب نظام تزويد الطاقة بالمستشفى بالشلل بعد ذلك نصل لنا حجم إصابات كما ونوعا لا نستطيع التعامل معه في ذلك خروج مستشفى النجار عن الخدمة بشكل كامل وعدم توفر الطواقم الطبية لم يعد الآن على رأس العمل في منظومة الصحة في رفح إلى مستشفى الكويت التخصصي لداءنا اليوم إلى جميع أحرار العالم لا تتركوا غزة وحدها اليوم المطلوب أن يتم إيقاف هذا العدوان بشكل فوري لوقف تدفق شلال الدم الفلسطيني الوضع الصحي في مدينة رفح كارثة جدا كنا نتعالج في مستشفى بيصف النجار هو المستشفى الحكومي الوحيد في مدينة رفح الحين ما في مستشفى إلا مستشفى الكويت تخص في وسط رفح هو مستشفى خاص ترقي العلاج فيه ضئيل جدا بنقف دور بالساعات عشان نلاقي العلاج وأغلب الأوقات ما بنلاقيها طاقمة صحية منهكة جدا وما بتقدم بالطريقة المناسبة والطريقة اللي كانت عليها قبل الآن أقرب نقطة علي كانت أبو يوسف النجار فأبو يوسف النجار بعد العملية العسكرية اللي دخل لما دخلت اليهود على رفح مطل فيه مش شغالة زي أول تقريباً نطلعوا من المستشفى كلها فأقلت اضطرينا نيجي على الكويت نيجي على الكويت ما نلاقي قوابير نتغلب فينهم طول الدول اللي بدنا إياه ومن أربع خمس أدوية ما تتلاقي نوع واحد من الأدوية أعلنت إدارة المستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة عن قرب نفاذ الوقود خلال الثماني وأربعين ساعة القادمة وبالتالي توقف الخدمة الصحية والطبية كما وطالبت إدارة المستشفى كل المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية بتوريد الوقود لمستشفى شهداء الأقصى على جراح السرعة قبل فوات الأوان وكان قد توقف توريد الوقود للمستشفى وهو الأخير الذي يقدم الخدمة الصحية في القطاع بعد تدمير الاحتلال للقطاع الصحي والمنظمة الطبية وإخراج ثلاثة وثلاثين مستشفى عن الخدمة بشكل كامل قالت اليونسف في قطاع غزة إن نقص الوقود قد يؤدي إلى توقف الجهود الإنسانية في القطاع خلال أيام وأضافت اليونسف أنه من المتوقع نفاذ المخزونات الغذائية في جنوب القطاع خلال أيام ويجب الحيلول دون حدوث وفيات الأطفال وأن أكثر من مائة ألف شخص غادروا رفح خلال الأيام الخمسة الماضية فيما قال المسؤول الإعلامي في اليونسف سليم عويس للمملكة إن تسعة أطفال من كل عشر في رفح يعانون من أمراض معدية مبينا أن ثمانية وسبعين ألف طفل دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية تسعة أطفال من كل عشر أطفال يعانون من أمراض معدية على الأقل مرض واحد وهذا خطر على حياتهم أولا طبعا ولكن أيضا خطر على المجتمع خطر على المناعة المجتمعية والصحة المجتمعية والآن طبعا في ظل تقريبا انهيار القطاع الذي يتوحب شخص الثاني في خطاع غزة كاملا هذه الأمراض تشكل خطر جدين وخصوصا لأولئك الذين كنا تتكلمنا عنه صبرا الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الذين هم الآن في رفح فقط هناك تقريبا 78 ألف طفل دون سن الثانية منهم ثمان آلات يعانون من سوء التغذية الحاد يعطي أكثر من عشر بمئة منها كل هذه المعطية تشكل خطر كبير وكارثة إثانية إن استمر الوضع على ما هو عليه والآن للأسف ما نراه هو أنه يزداد سوءا من دار البلح ينضم إلينا مراسل المملكة باسل عطار باسل أهلا بك إذن نتابع معك المستجدات على أكثر من محور نبدأها ميدانيا ومن ثم أيضا نتوقف للحديث عن الوضع الصحي والأزمة الصحية التي أصبحت الآن تطال حتى مدينة رفحة في ظل هذه الهجمات الإسرائيلية المستمرة وخروج آخر المستشفيات وبقى المستشفى الكويتي في الخدمة نعم غادة دعنا نبدأ بالتطور ربما الأبرز الذي كان خلال الساعات القليلة الماضية حيث تمكنت الفصائل الفلسطينية ووفق إعلان كتاب القسام الجناح المسلح لحركة حماس من إطلاق رشق صاروخية باتجاه مدينة بئر السابع للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر الماضي الإعلام العبري تحدث عن إطلاق خمسة صواريخ على الأقل تم اعتراض صاروخ واحد من القبة الحديدية فقط فيما تم إعلان أن أحد الصواريخ قد سقط داخل المدينة وهناك إصابات بين المستوطنين وفق إعلان وسائل الإعلام العبرية أيضا اعترص جيش الاحتلال قبل قليل بمقتل أربعة جنود في كمين تم أو وقع به جنود الاحتلال في حي الزيتون في جنوب مدينة غزة هذا الحي الذي أعلنت إسرائيل عن بدء عملية ذرية به للمرة الثالثة منذ بدء هذه الحرب تعرض الجنود هناك لكمين في ساعات الصباح عبوات ناسفة تم زرعها وتم الإعلان عن مقتل أربعة جنود إلى جانب إصابة أربع آخرين كما تم الإعلان عن إصابة ضابطين في المعارك التي تدور في المناطق الشرقية لمدينة رفح جراء استهداف مدرعة إسرائيلية وفق ما أعلن أيضا الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية الغارات الإسرائيلية لم تتوقف غادة في مختلف مناطق القطاع لا نتحدث فقط عن مدينة رفح أعنفها كان في بلدة عبسان الكبيرة التي تم استهداف أحد المنازل لعائلة قديح الضحايا نتيجة هذه الغارة ثمانية شهداء وأعداد من المصابين نتيجة هذه الغارة كما استهدفت إسرائيل منزلا في مخيم المصيرات للاجئين وسط قطاع غزة ثلاثة شهداء وأعداد من المصابين نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية وبالتالي نحن نتحدث عن أن إسرائيل لا تركز فقط عن مدينة رفح وإن كان هذه المدينة هي التي تتعرض للعدد الأكبر من الغارات والقصف الإسرائيلي الذي كان آخره أو هذه الغارات كان آخرها قبل قليل عندما استهدفت إسرائيل منزلا في النواحي الشرقية للمدينة التي تتعرض لعملية تدمير للمنازل هناك بهدف إقامة المنطقة العازلة وفق ما قالت وسائل الإعلام العبرية وصف حديث أيضا أن الكابينت الإسرائيلي قد وافق على توسيع العملية في مدينة رفح لذلك من المتوقع أن تكون الأمور تعقيدا خلال الساعات القليلة المقبلة فيما يخص الوضع الإنساني نحن نتحدث عن اليوم الرابع على التوالي لإغلاق معبر كرم أبو سالم الثالث على التوالي لإغلاق معبر رفح لم يتم إدخال أي مساعدات أو وقود على عكس ما تحاول إسرائيل الترويج له عبر منصاتها أو عبر حتى ما يتم الإعلان عنه من الجيش الإسرائيلي الذي قال أن شحنة وقود قد ادخلت إلى قطاع غزة لكن على الأرض لم يتم الحديث عن دخول أي شيء وهذا ما أكدته هيئة المعابر الفلسطينية التي أكدت أن إسرائيل تمنى دخول المساعدات أو حتى الوقود نحن أمام ساعات حاسمة فيما يتعلق بالوقود الذي سيطر المستشفيات الضحية الأولى لنقص الوقود نقص شهداء لقصة تحدث عن 48 ساعة نحن المتوقع أيضا أن يكون هناك تحديد من المستشفى الأوروبي أو حتى المستشفى الكويتي لمدة مقاربة لهذه المدة إلى جانب أيضا بدء شح المواد الغذائية بشكل خطير في الأسواق ذات هناك الأسعار ارتفعت بشكل كبير وهناك بضائع قد اختفت وبالتالي نحن نتحدث عن أن القطاع أمام مجاعة حقيقية في حال عدم إيجاد آلية لفتح معبر المعابر وإدخال المساعدات بشكل عاجل نعم أشكرك كل شكر باسل على نقل هذه الصورة بتفاصيلها مراسل المملكة باسل العطار من دير البلح من غزة ينضم إلينا الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود باصل أهلا وسهلا بك إذن رائد محمود نتحدث اليوم عن ما بقي من مستشفيات عاملة وضع القطاع الصحي بشكل عام خاصة مع هذه الإغلاقات الأخيرة للمعابر التي تحول دون وصول أي نوع من المساعدات نعم هو بالفعل بعد عملية رفح وبعد التهديد بدخول مدينة رفح من قبل قوات الاحتلال إسرائيلي وإغلاق المنفذ الوحيد للقطاع معبر رفح وأيضا المعبر التجاري الوضع في قطاع غزة صعب ومأساوي والأمور تزداد صعوبة في كل يوم يمر على القطاع تزداد مأساة وتزداد المعاناة التي يعيشها المواطن هنا وخصوصا فئتي الأطفال والنساء الذين يعانون الأمرين هنا في ظل هذه الحرب الدموية وحرب الإبادة الجمعية لاختلال إسرائيلي طبعا حتى اللحظة يقوم بعمليات استهداف بشكل واسع داخل مناطق قطاع غزة في مناطق رفح هناك استهداف مدفعي بشكل عنيب جدا على المناطق الشرقية وهناك استهداف أيضا للمنازل في المناطق الشمالية أيضا من القطاع هناك استهداف للمنازل المأهولة وقبل تقريبا ساعة من الآن كان هناك استهداف لأحد منازل في منطقة وسط مدينة غزة وارتقى أكثر من عشر شهداء في هذا الاستهداف وأيضا الليلة الماضية كانت ليلة دامية على المواطنين في قطاع غزة القصف بشكل عنيف جدا خصوصا في منطقة الزيتون التي تتعرض إلى اجتياح بر من قبل قوات الاختلال إسرائيلي وأيضا منطقة الصبرة التي أيضا تتعرض إلى دخول الآليات الإسرائيلية في هذه المنطقة طبعا استهدافات بشكل عنيف جدا أكثر من خمسين غارة إسرائيلية على منازل المواطنين وهناك الكثير من المناشدات التي تردنا وترد طواخم الدفاع المدني لكن المعروف والمتعارف عليه أن المناطق التي تدخلها قوات الاختلال يصعب علينا التقدم إليها وفي حال تقدم الطواخم يتم استهدافهم كما حدث أول أمس خينما دخلت الآليات الإسرائيلية إلى منطقة الزيتون وكان هناك استهداف لأحد المصانع التي تصنع البلاستيك وتقدمت الطواخم من أجل عملية إطفاء قامت قوات الاحتلال الثويل بإطلاق النار على الطواخم التي تعمل في الميدان ولذلك يصعب علينا التقدم إلى هذه المناطق وهذا الأمر طبعا من المناشدات التي تردنا الكثير من الإصابات والكثير من المنازل التي تم استهدافة فوق رؤوس المواطنين وربما لا نستطيع الآن أن نحصر أعداد الشهداء الذين هم متواجدين في تلك المنطقة لكن حسب شهود العيان هناك في شارع صلاح الدين في بعض تقريبا مفترق دولة هناك عدد من الشهداء ملقى على الأرض وهناك أيضا داخل الأحياء السكنية هناك مصابين كانوا يعني يطلبون يد المعونة أو يد الغوث لكن للأسف الشديد لا يمكن أن نصل إليهم وبالتالي حتى هؤلاء الجرحى الذين يعني يصابوا من قبل قوات الاحتلال إسرائيلي سيتم تحويلهم إلى المشافي وهذه المشافي للأسف لا تعمل بقدرتها الكاملة في ظل تدمير المجمع الشفاء وتدمير مجمع أكثر من مجمع صحي تم تدميره من قبل قوات الاحتلال إسرائيلي ولذلك هناك صعوبة كبيرة من عمل طواطم الطبية في عمليات علاج المواطني الذي يتم استهدافهم من قبل قوات الاحتلال إسرائيلي أيضا مناطق الجنوب والمشافي الموجودة في مناطق جنوب فطا غزة يعني بعد خروج مجمع ناصر وبعد تهديد مجمع الأمل وكافة المستشفيات هناك واستهداف مستشفى الكويت الذي تعرض إلى عمسية تصف أيضا والقبائف التي سقطت عليه المنظومة الصحية بشكل كامل الآن تعاني بشكل كبير جدا في ظل استمرار هذه الحرب وفي ظل أيضا الأعداد الكبيرة التي ترد إلى هذه المستشفيات وتصل إلى هذه المستشفيات في ظل استمرار الحرب واستمرار عمليات القصف لذلك هناك معاناة كبيرة تعانيها المنظومة الصحية بشكل كبير جدا وأيضا ما نعانيه نحن في الدفاع المدين أيضا المأساة الكبيرة التي تعيشها طواقمنا الآن في ظل عدم قدرتنا على التعامل مع كل الحالات وكل الاستهدافات وهذا الأمر كله يؤدي إلى ارتفاع أعداد الجرحة وربما الكثير من الجرحة الذين يتم استهدافهم ربما يتعرضوا إلى الموت نتيجة عدم قدرة الطواقم الطبية ولا قدرة الدفاع المدني من أجل انتشالهم أو تحويلهم إلى هذه المشافي ولذلك الواقع بشكل عام هنا في الكطاع صعب وواقع مفاوي بكل ما تحمل الكلمة من المعنى على مستوى كل المحافظات الموجودة في خطاع غزة نعم سيد محمود هل تسمعنا؟ أسمعك تمام نعم سيد محمود كيف تتمكن هذه الطواقم العاملة الآن من توزيع نفسها مع وجود عدد محدود من الموارد البشرية نحن نتحدث عن نداءات مستمرة من كافة مناطق القطاع هي القضية ليست بقضية الكادر بشري بقدر ما هي بقضية الإمكانيات الموجودة الاحتلال ضمر أكثر من 70 إلى 80% من مقدرات الدفاع المدني والاحتلال يمنع من إدخال الوقود إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة والدفاع المدني لم يستلم أي قطرة واحدة من الوقود ولذلك هذه هي المعاناة الحقيقية التي نعانيها نحن كدفاع مدني في قطاع غزة ولذلك كل المهمات التي يحتاجها المواطن والداءة الاستغاثة التي يطلقها المواطن تحتاج إلى هذه السيارات وهذه السيارات يجب أن تعمل على الوقود والمعدات الموجودة بداخل السيارات تعمل على الوقود ولذلك لا يمكن أن نعمل الآن إلا بالحد الأدنى وهذا الحد الأدنى يعني من أجله الكثير من الناس يموتون والكثير من من يكونوا تحت الأنقاض يصعب علينا إخراجهم لعدم توفر هذه المعدات والإمكانيات استقيلة ولذلك نقول أن المئات من المواطنين الذين قتلوا وكانوا على قيد الحياة وكنا نتحدث معهم وكنا نسألهم ويسألونهم تحت الأنقاض ونوعدهم بأننا سنخرجهم من تحت الأنقاض لكن بعد ساعات معينة يموت هؤلاء وبالتالي هذه الأعداد كبيرة جدا تعاملنا معها وطارقة الحياة لكن لو كان هناك إمكانيات لو كان هناك معدات لو كان هناك مواد تخصصية من شأنها يتم استخدامها في عمليات الإنقاض لما وصل أعداد الشهداء إلى هذا العدد الكبير الذي تتحدث عنه وزارة الصحة ونحن نقول بالفعل هناك الكثير من الأطفال الذين ماتوا وكانوا قبل أن يموتوا على قيد الحياة وكان بإمكاننا أن نخرجهم لكن الوقت طويل عمليات الاستغاثة وعمليات الإنقاض تأخذ وقت طويل معنا لعدم توفر الإمكانيات والمعدات ولذلك يموت هؤلاء الناس الكثير من الناس ماتوا بهذه الطريقة ولذلك حتى في قضية المصابين الذين يكونون متواجدين في مناطق التي تدخلها القوات الإسرائيلية لو كان هناك تنسيق واضح ولو كان هناك حصانة لطواقم باتفاع المدني حسب القانون لما ماتوا هؤلاء ولكن بإمكاننا أن نخرجهم ونحولهم إلى المشافي لكن الاحتلال للأسف يرتكت أبشع معاني القتل وأبشع معاني الإبادة الجمعية بحق المواطنين هنا وبحق الطواقم أيضا التي تعمل في الميدان بعدم السماح لها من التقدم إلى هذه المناطق وللأسف الشديد يموت الناس بهذه الطريقة في ظل استمرار الحرب الدموية وحرب الإبادة الجمعية كل الشكر الرائد محمود بصل أناطق باسم دفاع المدني في غزة